هالكيكا فيه كتير بيحبوها وطريق يعني أنه وسيلة نستغل الموز اللي أنتوا أكيد شايفينه هون وبتتساءلوا كيف شايفين بهالمنظر الموز في هالحالة فهذا هو الموز اللي بدنا إياه الموز لما يوصل لهال يعني يستوي مليح وكتير ما يحبوهش لما يكون هيك فنجهز به كيكات فمهم أنه يكون بهالشكل الموز يعني مستوي مليح وحتى شايفين القشرة التاعوا كيف على سواد كل ما يكون هيك كل ما يعطيك كيكا بنكها أطيب والكيكا كتير سهلة اليوم عندها قلصاجة هنطبقها بعدين بعدما نحطها بالفرن ففيه مكونات جافة رح أخلطهم مع بعض مكونات سائلة مع بعض ونخلطهم لا خفاقة ولا إشي ونحطها في الفرن عندي هون كمية من الطاحين فيه سكر كمان بايكينج بودر أو خميمة الحلويات رشة ملح ونخلط هالمكونات مع بعض ممكن حتى تنخلوها إذا بتريدوا أنا نخلطها وتزيدوا مرة ثانية تنخلوها ونخليها على جنب فيه حبة حبات بيت كنتشوف فيهم أربع حبات بيت وطبعاً أنتوا لاحظتوا كتير أنه البيض إجمالاً ما نكسرش لنحبة وبضيفها إلا إذا كان طبعاً نفرقهم لأني دايماً باهتم بالنوعية تلحهم وكمان التاريخ دايماً لما روح نشتري البيض باهتم بالتاريخ الإنتاج اللي نجيبه فيه عندي حليب عسل وزيت رح ضيف الحليب وفيه العسل وفيه الزيت يعني كان ممكن نبدأ بالعسل رح نوريكم كمان تقنية أنه العسل ما يلزألكمش في الملعقة وانتوا بتضيفوه المواد مع المكونات الأخرى بدل ما نبدأ بالعسل رح أبدأ بالزيت وهيك الزيت بيمسح به أو لما ينتالب الملعقة لما نحطه في العسل العسل بيزلق يعني بينزل من غير ما يلزألي في الملعقة مثلاً هيك فدايماً لما تجو تشيلوا العسل مثلاً من المرطبان أو المكان اللي يكون فيه دهنوا عاماً ما يلزأش فيها العسل رح نخفقهم شوي حبات الموز اللي قلت لكم لازم يكونوا مستويين بس نهرسهم هيك هرس خفيف راح ضيف منو راح الكمية كلها او حتى ممكن مثلا ضيفوا كمية وانتو بتحطو في الكيكا تعملو بين الطبقات ونخلط هال مكونات السائلة مع المكونات الجافة اللي خلطناها من الاول بها الطريقة فامة ما تتحجوش ما تقولوش ما عناش وقت لانو ما بتاخد ولا شي نحن نتاصل فيكم نجي نشرب عندكم قهوة تجهزوها في ربع ساعة قهوة العاصر ما عنا في الجزائر بيحضروا قهوة العاصر ضرورية وإلها نكهة يا الله يعني انا مشتاقل هال فعلا قاعدة مع اهلي والاحباب وقهوة العاصر احنا عنا ضرورية لما يجي العاصر يقدن بمجرد ما يقدن العاصر هيك بنشم في كل الشوارع في كل القهوة على العاصر هاي بتلمي الناس يعني حتى العيلة لازم يتلموا على القهوة على العاصر عنا القهوة على الصبح على الفطور وقهوة العاصر ضرورية أنا عايشة هون كم سنة ما شاء الله في هالده لد الكريم و لليوم قهوتي على العاصر لازم وطبعا الصينية الصينية الحلوة هالنوع الصواني اللي بحبها فاليوم جايبتها على هالشكل كمان وراح نوريكم طريقتين راح نعمل واحدة بالقلاساج متل ما هي في الوصفة والتانية اقتراح زينتها بعجين التزيين اي حد ممكن نطبق هالا الوصفة يعني حتى بنت صغيرة ولاد سهلة كتير راح حطها في الفرن أنا صخنت الفرن 400 درجة راح ننزله بعدين نخفه ل350 درجة فارانيتس طبعا ونحطها بين 35 إلى 40 ممكن حتى تاخد 40 مرات بخليها لاني نحبها تطلع بلون فاتح فممكن نوصلها على 40 دقيقة واذا كنتم استعجرين بين 30 إلى 35 وبعدين أنا ربطها ونجي نجهز قدامكم القلاساج اللي راح نحطها لها نحطوا على وشها عندي هون ضيط بيت راح نخفقه مع رشة ملح راح نحتاج ملعقة نضيف بها السكر نعم وكمان راح ندوب هالكمية على القهوة في ملعقة صغيرة مي راح نضيف السكر تدريجيا شوي شوي مع الخفق راح نحتاج ملعقة صغيرة راح نحط راح نحط اشتركوا في القناة 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 وهذا الاختراح الثاني يعني أنا هون عملتها بشكل تاني غطيتها بعجينة التزيين وعملت كمان بالشوكولة زينت وين فيه يعني الصينية نفسها عندها هالشكل هذا الموديل فتبحت الخطوات وزينتها بتمنى أنكم تجربوها لأنه كاكيكا روعة وكمان شايفين الشكل التاحها مع أروح وكمان